جولة جديدة على أبرز ما تناولته بعض الصحف العربية اليوم نستعرضها وإياكم مشاهدين ونبدأها من صحيفة الحياة ونسختها السعودية ونستعرض مشكلة أحد اللاعبين السعوديين المحترفين في بريطانيا إذن عنوان الحياة سعودي يزامل إسرائيليا في الدور الإنجليزي الخبر يقول أن اللاعب السعودي في نادي بورتسموث الإنجليزي لكرة القدم مازن الحذافي يستخدم كل مهاراته الدبلوماسية للتعامل مع زميله اللاعب الإسرائيلي الدولي تل ابن حايم الحذافي أكد في حديثه إلى الصحيفة أن العلاقة مع ابن حايم تكاد تكون معدومة مشددا على أن الأخير لم يكن في صفوف بورتسموث عند انضمامه منذ نحو عام وإلى الصحف الكويتية ومع صحيفة الوطن وأبرز ما جاء فيها غادر بلاده منذ ثلاثين عاما وعاد إليها كويتيا سلفيون مصر يستقبلون عبد الخالق بالتكبير والتهليل وفيه أن مئات من المصريين السلفيين استفوا لاستقبال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في مطار القاهرة عبد الخالق كان قد غادر مصر عام 56 مصريا ملاحقا ومطاردا من قبل الأمن المصري أما اليوم فعاد إلى بلاده كويتي محمولا على الأعناق بعد حصوله على الجنسية الكويتية في أكتوبر الماضي وإلى صحيفة الأنباء التي تناولت الشأن الكويتية الداخلي وتحت عنوان المعارضة اعتصام وطعن وإرادة قالت الصحيفة إن هناك ثلاثة سيناريوهات رسمتها المعارضة للتعامل الميداني بشأن قضية النائب السابق والمرشح عن الدائرة الثالثة فيصل المسلم الصحيفة نقلت أيضا عن مصادر مطلعة أنه جرى اتفاق على تنفيذ اعتصام أمام قصر العدل مساء اليوم للتعبير عن رفض قرار الحكومة شطب المسلم والتنديد بما يواجهه وحرمانه من حقوقه الدستورية وإلى مصر وصحيفة المصر اليوم وأبرز عنوينها امتحان في قنة الجيش كان يستطيع استخدام القوة ضد المظاهرات لكنه لم يفعل الخبر طبعا يعكس ما يحدث في مصر هذه الأيام وبحسب الصحيفة فإنه استمرار لعملية تسييس اختبارات نصف العام في العديد من المدارس المصرية فقد تداول الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صورة اختبار اللغة الإنجليزية وقد جاء على شكل احتفالية بالمجلس العسكري الخبر يقول إن سؤال قطعة الفهم في النص أشاد بالمجلس العسكري معتبرا أنه يجب أن يرفع الجميع القبعة للجيش المصري وأن له الدور الرئيسي اليوم في الدفاع عن الوطن في مواجهة أي خطر وفي أخبار الخليج إذن صحيفة أخبار الخليج وعنوانها شاعرة بحرينية تتعرض لهجوم بالمولوتوف وملخص الخبر أن الشاعرة البحرينية نبيل عزباري تعرضت لاعتداء بالمولوتوف من مجهولين إثر عودتها من فعالية ثقافية عند تقاطع ميناء سلمان ونقلت الصحيفة عن الشاعرة قولها إنه لولا لطف الله وحمايته لما كانت نجت من هذه الحادثة ونختم جولتنا مع هذا الكاريكاتير الذي اخترناه من صحيفة الرياض السعودية للرسام عبد السلام لهليل هذا كان أبرز ما في جولتنا لليوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في الغد ترجمة نانسي قنقر